عندي حدثين يمكن الأسبوع ده أنت كنت ظاهر فيهم جدا جدا جنازة الرئيس الأسبق مبارك وطبعا زي ما احنا قلنا الحدث الرياضي اللي انت أكيد بتعدي عليه كتير اللقاء الزمالك والترجي لو بدأنا بصور جنازة مبارك تمام دي كانت صور شهيرة جدا جدا على السوشيال ميديا واكتشفنا في الآخر أن هي الصور كلها بترجع لنفس الشخص سوز عمر هو أولا الله يرحمه الرئيس الأسبق البطائل لا واحده عمتا أنا لحظة لما اسمعنا الوفاة وتأكدنا الخبر والكلام ده أنا عشان صورت قبل كده أيام الفترة السابقة كنت مصور في التبع الرئيس برضو في الرئيس والكلام ده طبعا كنت عايز أختم برضو معظم الصور عندي بيكون عندي المعظم الأرشيف خاصة آه يعني أنت اشتغلت مع الشخص ده في حياته وفي أثناء فاطل التولي آه في الأسرة وكل حاجة فأنت عايز تختم الملف باليوم ده بالضبط طبعا كان في الأول يعني سمعنا الأول ما كانش فيه تصوير سمعنا التصوير بس في الآخر جيب الليل اللي فيه تصوير نبعد أسامي وكلام ده الحمد لله دخل دخلنا وكل ده بس الفترة اللي احنا عدنا فيها كان مدة طويلة شوية عشان لازم نكون تواجه من بدري عشان للحضور حتى لدرجة حرص الشرف برضو كان فيه جهات من الشمس الحظ قبلها بيومين كان الجو صعب بعد كده الشمس بقت في اليوم ده كانت عالية جدا بس الواحد بخلال اللي كان أول ما ورحت هناك من الجهات قعدت مع نفسي شوية قلت أنا عايز تريح أريح وفي نفس الوقت كنت عايز حاطس حاجة في دماغي اللي أنا دوت هيكون أول لقاء أو تصوير عن مثل لازم يكون أشوف أطلع راكشة معين أو شكل معين للمكان الإضاءة برضو كانت صعبة شوية لازم أقلل شوية في الجين آه بالضبط ولما لقيت الوقفات متواجدة في الجنازة حاولت لنا إيه صورة في دماغي كنت حالة في دماغي شوية وقلت ممكن تطلع هل أنت مخطط لكادرات بعينها أو صور بشكل معين في أوقات بما نحاب هم عارفين الجنازات بالشكل ده احنا عارفين شكلها بالضبط وهي مفيش فيها جديد اللي أنت فأنت رايح إيه اللي في دماغي اللي أنا في دماغي اللي أنا عايز أشوف الرائكشينات العامة للمكان بلاص لإزاي اللي أنا أستغل الفراغات الموجودة في المناكن اللي أنا أطلع أملها بشخصيات معينة أو كشكل عام المصور هو اللي هو يصور بطريقة معين مليش دخل بأي حاجة أنت بتطلع صورة جمالية في الأو في الأخير في نفس الوقت أنا لما صورت الصورة أو الصورة اللي هي نتاشر كتير أنا ببعت من الكاميرا عادي للوكالة ما خدتش بالي بقى بعد كده اللي حصل عشان تليفوني ما كانش مالي اللي لازم أسيه بره رجعت اللي إيه سوشال ميديا في شكل الحمد لله إشادة وكلام كويس قلت الحمد لله ربما عميني حتى قعدت فترة كده لأنا ما بيتكلمش خالص سوك تهيل بص على الفيس أنا طلعا أنا مش بحبها أوطر نفسي أنا بحب أشتغل وخلاص أفصل نفسي على الشغل أياننا لما بحط في مكاني في الشغل بحول لنا ما بخليش حاجات أثر علينا وبصلك الرياكشن بعد ما خلصت اليوم كامل بقى يوم كامل آه نغاطنا بالليل أشوف تليفون أو أشوف الاكشن أشوف على الفيس أو أشوف البلاي لما رجعت المكتب لقيت الاكشن جامل كويس الحمد لله ربما عمين ده كان بعد فترة طويلة أنا كنت شغال قبل كده في المصر اليوم في بدايتي بعد رويترز طبعا عشان ما فيش الاسم بيظهرش في بعض الأماكن سواء الجرائد المصرية أو أعزوك والله وده كان هدف من خلال هذه الفقرة أن احنا نقول مين الشخص المحترف اللي أخذ هذه الصور اللي احنا كلنا ممكن نكون شفناها أو شايرناها لكن مين بطلها ما كناش نعرفه هو الأستاذ عمر عبدالله هلو تحتفظ بصور لك بشكل شخصي بخلافة صور الشغل صور للاحداث نفسها آه يعني خلاص مش للنشر دي بتاعتك آه آه في حاجات وقت معينة خلصت الشغل بتاعي بس فيه صور يعني خلاص يعني مش هتزوت حاجة بسك نفسه لها معنى خاص عنديك أو بتاعتنا خاص يعني أنا أفتكر فيه صورة لقيت وانا بعد من الناس كلها مشت ودي على فكرة تبقى الواحد نصيبنا عند ربنا فالصورة رزق زي ما بتاعيه على طورة آي لقيت واحد جاي من هنا خالص واقف بيتصور وراء الشجر وسيلفي مع الطيرا ويا خارجها بطريقة يعني عفوية جدا اسمه جابر حتى عشان بتقول انتنيني طريقة جاي من هنا عشان أشوف الجنازة لقيت واقف مستخبي وراء الشجرة وهو كان جوه المسجد شعوره وطريقته كان خليت يعني الصورة دي ما اتنشرتش بس هي عندنا موجودة لقيته بيقول لي انها ممكن هشوفها طوله بعدين بديها لك فرص بس عامة وصلت له آه آه وبعد تهيله آه بس الحمد لله بس عامة الصورة في الأول في الأخر ريزق زي ما بتقال دينا كلنا يعني طب قول لي بقى على الموتشنبير آه انت كنت على الصور حلو قوي برضو آه الحمد لله كان جايب الطرفين آه تبعب ثقاني بس بس